تعالوا كده نشرح مع بعض ازاي تقدر تنقل محادثاتك من على الايفون للاندرويد او من الايفون للاندرويد المحادثات بالصور بالفيديوهات بكل الملفات الخاصة اللي كانت موجودة على جهازك الايفون هتنقلها على الاندرويد بدون اي كابل او بدون اي برامج او بدون استخدام الكمبيوتر والطريقة هتبقى سهلة ان شاء الله لكن قبل ما نبدأ الشرحة ما تنساش تعمني بلايك وسبسكرايب للقناة دعما ليا ويلا بينا كده نبدأ الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده نتعلم مع بعض ازاي نقل المحادثات الواتساب من عناء الايفون تليفون الايفون لالتليفون الاندرويد بتاعنا طيب دلوقتي الموضوع عيرقى بسيط جدا ان شاء الله في الفيديو ده لكن قبل ما نبدأ الشرح ما ننساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة زي ما انت شايف كده ادى تليفون الايفون عايز انقل الكل الرسالة الواتساب من على الايفون للاندرويد واد zero comes out او بدون استخدام كمبيوتر او بدون استخدام اي برامج او طبيقات الموضوع بسيط جدا لكن هيبقى مؤقت بس طيب بال模ضوع ده هيبقى ازاي ركز كدة معايا ادى محادثات الواتساب عندي على الايفون اذا عندك على الاعدادات روح عندك على الاعدادات بعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها الاجهزة المرتبطة اضغط عليها ضغطة كده وبعد كده بتروح عندك على الواتساب انوا هو الواتساب عن الاندرويد بعد كده انا اقول له متابعة وبعد كده بتعمل تسجيل دخولة عادي جدا طيب دلوقتي بقى بتروح عندك على كلمة الموافقة والمتابعة ومن هنا بتدي له السماح للاشعارات علشان يمسلق الاشعارات للواتساب على الاندرويد دلوقتي بتروح عندك كده على التلات النقط اللي موجودين فوق دول وتقول له هنا ربط كصاحب كجهاز مصاحب تمام ربط كجهاز مصاحب هتضغط عنها ضفطة كده وبعد كده بتقول هنا عفل الايفون ربط جهاز على طول يحتاج منك بصمة الواجه تمام جرب بصمة الواجه تاني تمام بعد كده هنا بتقول له هنا موافق وبتروح ترفع الكاميرا بتاعتك تمسح الكيو ار اللي موجودة على الاندرويد وزي ما انت شايف كده هو بيبدأ ينقل المحادثات بالصور بالفيديوهات بكل حدا بكل ان الوسائت هتلاقيها بينقلها من الايفون الاندرويد وكمان هينقل معها المحادثات الخاصة بالجهاز الايفون وكمان كل الوسائت سواء كان فيديوهات او صور او اي ملفات موجودة على الجهاز الايفون انا هينقل لك على الاندرويد يبقى كده كنا بنشرح طريقة نقل محادثات الواتساب من الايفون للاندرويد طبعا انا بيظهر لي هنا انجار التهيئة وبيبدأ يزبط الرسال والمحادثات وكل الملفات اللي موجودة عندك فيه التليفون نفسه طيب دلوقتي استنى معكم كده بني رجاء الانتظار اللحظات تمام استنى كده شوية لحد ما يتم من الانتهاء وزي ما انت شايف كده بالفعل ناعل محادثات الواتساب من الايفون للاندرويد زي ما انت شايف كده لو روحت عندي على المحادثات هتلاقي هي اياها نفس المحادثات ونفس الكتابة بنفس كل حاجة هتلاقيها ظهر عندك من الايفون للاندرويد وده كان كل الشرحة بدون اي وصولات او بدون اي برامج طيب احنا عايزين بقى نعمل الوصولات والبرامج دي يعني من باب المعرفة المفروض على ان نعمل ايه المفروض تنزل كابلة ده واسبونك صورة الكابلة ده موجود في الشاشة عندك زي ما انت شايف كده هتروح عندك على الاعدادات وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها الدردشات تمام افرج من ده هادس بقى خلاص ده مهمته انتهت وبعد كده بتروح عندك على نقل الدردشات الى جهاز الاندرويد مجرد ان تضعط عليها ضغطة وتقول له بدء هو بيبدل بقى يجمع كل المحادثات بالوسائط بالرسائل بكل حاجة تحت هنا بيقولك جاري التجهيز وبيبدأ يعدي معك هنا بيقولك اترك هاتفك وهنا بيقولك متابعة على هاتف الجديد سيعلنك جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل اندرويد متى يمكنك كفصل الكابلة يعني لازم الكابلة الخاص بالاندرويد للآيفون او الآيفون للاندرويد فيه كابلة كده بيتوصل بالاتنين ببعض اسمه كابلة نقل محادثات الواندسان هتلاقيه على انترنت او هتلاقيه على امازون تقدر تشتريه لكن انا شرحت لك الطريقة المجالية اللي انت تقدر تنقل بها محادثاتك من على الآيفون للاندرويد كما انو شاح انتهى اتمنى يكون الشرح عاجبك ياريت مسلساش تعملي بلايك وسبسكراب للقناة ولا افتكت اي حاجة اتواصل معي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله ودمتم بخير ومع السلامة اشتركوا في القناة